هنروح للكرة الطائرة رجال شغالين ماشيين في مطشي كده محدش حاسي بس احنا واخدين بنا منه وهي مباراة الجزيرة يمكن وانا كنت باره لأخبار مباراة الجزيرة في كأس مصر فريق الرجال للكرة الطائرة بقادة كابتن محمد مصر الحميد واستطاع انه يفوز على فريق نادي الجزيرة 3-0 في دور الستاشر في كأس مصر مباراة يمكن ما كانش لها يعني سيت اعلامي قوي ولكن احنا هنا دورنا ان احنا نحط كل الكلام ده قدام السادة المشاهدين المطشي كانت لعب مبارح على صالح جامعة عين شمس وحاول كابتن ميدو كالعادة انه يشارك الكل عشان احنا خلاص حفزنا احنا المطشيات دي كلها مش قوية محترمنا المنافسين طبعا ولكن انتهى هدفك الاساسي كابتن محمد مصر الحميدو انه يجهز كل الاسكواد عشان لا منخش في الجد نبقى جهزين خاصة احنا عندنا الاسبوع اللي جاي مباراة الاهلي والزمالك للكرة طائرة رجال واللي هتكون في ميت عقبة على صالح عبد الرحمن فوزي في مقر النادي الزمالك في ميت عقبة الاهلي هيلعب في دور الستاشر الكاسبان من نادي الصيد وقارون ده مشوار طبعا لغاية دور التمانية لفريق الرجال وبعد كده الدنيا هتوقف عشان نستكمل بطولة الدوري وهنروح نلعب على المجموعة التانية ست مباريات وبعد كده نروح ان شاء الله على الادوار الاقصائية فالدوري ماشي بشكل منتظم ونتمنى التوفيق وربنا يحفظ اللعيبة خوفي كله وقلقي كله هو من الاصابات انا يعني بحكم الخبرة الكبيرة في الرياضة وبالذات الالعاب الاخرى دايما الصداع الكبير لأي مدرب هي الاصابات بتبقى انت عمل حساباتك على حاجة بعد الشر بعد الشر يحصل اصابة او اتنين تلاقي كله اوراك تلخبطت وتلاقي الموسم كله تلخبط معاك في ايه في 3 اربعة تية ربنا يكفينا شر الاصابات ويحافظ على لعبتنا مش لعبة النادي الاقل بس ولعبة مصر كلها